على صعيد آخر افتتح غبطة البطريار بيتس بالا مشروع الجسور في عمان كما بارك غبطته بيت القلب الأقدس وفي بداية الاحتفال رحب راعي كنيسة القديس يوسف في جبل عمان الأب وسام منصور بغبطته والسادة الحضور ثم ألقى البطريار بيتس بالا كلمة أشار فيها إلى أن المجتمع المسيحي في الأردن لعب دورا مهما في التعليم والتنشئة الثقافية والرعاية الطبية والاجتماعية فضلا عن إشراك كل شخص في أنشطتهم ومشاريعهم مهما كان انتماؤه الاجتماعي أو الديني وخلال الحفل الذي حضره عدد من السفراء والأباء الكهنة وأبناء الرعية والأخوة العراقيين المشاركين بالمبادرات الخيرية ألقيت العديد من الكلمات التي أشادت بهذا العمل المبارك على أرض الأردن